أولا قمنا بدراسة أسباب المشكلة ما هي الأسباب التي يتصل بالإنسان إلى أن يفكر في هذا الفكر إلى أن يصل بالإنسان إلى أن يفكر في إنهاء حياته يبقى عنده ميول أن ينهي حياته فالأسباب لما قمنا بدراسة الأسباب وجدنا أسباب أول سبب من الأسباب على أساسها يتأتى هذه المشكلة عدم موجود لغة الحوار في الوقت اللي احنا فيه حضراتك تتفق معي أن لغة الحوار باتت أو أصبحت نادرة جدا فقد يكون الوالد مع الولد أو الابن مع أمها في بيتها طوال اليوم لا يتحدثون مع بعضهم خمس دقائق كل الوقت بتاعها مسكة التليفون أو مسكة السوشيال ميديا لا تتركه في مدة طويلة وتستقي منها المعلومات تتحدث مع مواقع ربما لا تعرفها ولا تعرف لها أصلا عن المشكلات وتعرض لها بل وتستقي منها المعلومات هذه المعلومات قد تكون معلومات سيئة قد تكون معلومات غير صحيحة وبالتالي تساهم وتشارك في نزاع في تعظيم هذه المشكلة في وجهة نظريها وبالتالي ترى أنه لا حل لها من الحياة إلا أن تخرج من الحياة أبويا بيسمعني شيء والدتي دايما بيتكلمش معي أخوي دايما بيتنمر عليه ما فيش حد بيسمعني أنا كده ماليش لازمة في الحياة أنا كده محدش معتبرني في الحياة وبالتالي أعمل إيه؟ أنا هسيب لهم الحياة وريحهم